مرحيم أبنائي وبنات الطلبة طلبات الفرقة الرابعة مادة محاذبة سنستكمل مع بعض الموضوعات التي كنا نتكلم فيها النهاردة إن شاء الله سنستكمل موضوع الضريبة على القيمة المضافة كما اتفقنا للمحاضر الفاتت أخذنا الوعاء وعاء الضريبة وعاء اظن مستحق على القيمة مضافة وعاء الضريبة من المخروقات ناقص ضريبة المدخلات أو ضريبة البيع ناقص ضريبة الشراء الضريبة المدفوعة عند الشراء نخصبها من الضريبة التي نحصها من المستهلكين السلع أو الخدمة إذا ضريبة وعاء الضريبة سيساوي وعاء الضريبة في سعر الضريبة طبعاً سعر الضريبة سابط للقانون 14% أسعار الضريبة كلها كما اتفقنا في المحاضر في هنده 14% أعتبر أن العام المالي 2017-2018 وما زال مستمار لكن الوعاء سيساوي ضريبة المخرجات الذي هو ضريبة البيع التي أخذها عندما أبيع سلعة أخذها من الغير نوعيس الضريبة التي أدفعها في المدخلات عندما أشتري مواد خان أو أن أشتري من تجر جملة أو من المنتج الصناعي وإذا أنا تجر جملة أي مدخلاتي فطورة الشراء تجري جملة أو المنتج الصناعي يعني إذا اللي أنا شاري منه الضرحلة السابقة هذه ضريبة مدخلات والذي أنا أبيعه بعد ذلك لآخرين هذه ضريبة مخرجات إذا معاد ضريبة يساوي ضريبة المخرجات ناقص ضريبة المدخلات وإضرابه في سعر الضريبة سيأتيك حساب ضريبة القيمة المضافئة فبتخصن بنوعاء الضريبة طيب لما نأكل مثال موجود في صفحة 194 نفلط مثال تطريقي طبعا نحن الضريبين حنكون باع مساجد المثال ده باع مساجد قارن ببيع أحد منتجاتي طبعا للعميل للعميل لنبلغ عشر ثلاث جميل عشر آلاف جميل مع مانحي خلي بارك خاص تجالي خمسة في المية على فطورة البيع على فطورة البيع المطلوب تحديد تحديد قيمة ضريبة القيمة المضافئة طبعا علما بأن ساعة الضريبة القيمة المضافئة 14% ساعة الضريبة الحل هنا الحل هيبقى ازاي؟ الأول وعادة ضريبة مخرجات هنا مضافئة المدخلات ساعة الضريبة ساعة الضريبة ناقص الخصم التجالي المنموح له الخصم التجالي دولة خمسة في المية وعادة ضريبة 10,000 جنيه ثمن السلع ناقص الخصم التجالي خمسة في المية من 10,000 10,000 في 5 في 100 ضحية 9,500 يعني ضحية حيث 1330 جنيه في حالة وجود البائع المسجد في مصلحة الطرائب قام ببيع احد منتجاته اللي عميله بمده عشر تلات جنيه مع منحة خاصة التجاري خمسة في المئة الفضولة لما احسل هنا في طريقة تلاتي وما تتريش دنيه في المعطيات في المسال دنيه المدخلات فهنا دنيه طريقة الاخراض هذا الذي كانس يبعه هو كم عشر تلاتي خلي مع ما نجري خاصة التجاري خمسة في المئة يعني الخاصة هذا اذا احسن ضريبة عشر تلاتي على طول لا انا بحصل الضريبة عشر تلاتي ناقص الخاصة بتلا트 في التجاري إذن في حل هنا هتقول دائما نكتب له وعادة ضريبة حيث ترى نبيع السلعة مواقص و خصم التجاري ده ليس ضريبة ده هو عادة ضريبة لما اضرمه في ساعة ضريبة حيثيكي ضريبة مستحقة ده هو عادة يبقى تمنى السلعة حيث تنافه مواقص و خصم التجاري اللي هو إيه الخمسة من المال من عشر هنترخم حيثبه عدد ساعة ناقصة من السلعة ضريبة القيمة المضافة في الحالة دي حيثي وعادة ضريبة في ساعة ضريبة ساعة ضريبة 14% إذن وعادة ضريبة 9.5% في 14% ناخد ثاني مثالي على السلع المستوردة نمسع على السلع المستوردة خلي بالكوا بالنسبة للسلع المستوردة من الثالث في معاكلة التي تقفزها وعادة ضريبة على القيمة المضافة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة نحن كنا نتكلف السلع المحلية دي بالنسبة للسلع مستوردة من الثالثة مستوردة من الثالثة حيثي وعادة ضريبة قيمة المتخزة قيمة المضافة سنقولها أساسا لحساب الضريبة الضريبة يعني وعاء ضريبة 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 زاية غيرها من الضرائب والرسول الأخرى يعني وعاءة ضريبة على القيمة المضافة للسلع المضافة من الثالثة قيمة المتخزة سنقول حساب الضريبة المتخزة يعني وعاءة ضريبة المتخزة ضريبة المتخزة ضريبة كملكة نفسها ضغيرها من الضرائب المدرسل هذا الوعاء حساب الضريبة قيمة المضافة للسلع المستوردة وعاءة ضريبة اللي هو التي نظرها من أولين في سعر الضريبة والذي تلع من ناتج الوعاهدة كله ده فيه 14 فنين ده يتصحها عند الإفراج الجمهوركي بالنسبة للسلقة أخرى المستوغدية هنأخذ التمرين بسرعة جيدة التمرين لصفحة ثلاثة صفحة عقوة 126 يقول قام عهد المستوغدين باسترعة من خارج بلغت قيمتها الخضعة للضريبة الجمهوركية قيمتها الخضعة للضريبة الجمهوركية 52 ألف أمين شاملة مصاريف الشحن والتفريق وتغضع لفئة ضريبة الجمهوركية 30% بالإضافة إلى رسم والد 2% المطلوب حساب الضريبة كما نحن نضع المعادلة لا تخبرون من الكلام نحن نضع المعادلة إذا قيمة السلعة المستوغدية الأول كانت 350 ألف أمين 250 ألف أمين قيمة السلعة المستوغدية كما تضع الضريبة الجمهوركية هذا الوعاه الأولى هي نمرا واحد arlo PER1 نمرا هو prends الماقر 30 ف المئة 30 ف المئة من كم؟ 25 ألف أمين 250 ألف أمين المئة الوحيات كان في المئة واحد في المئة اثنين في المئة عفوا اذا زائد بكتورة فمسونة هلف في اثنين في المئة كل تحيات الاعكام تلتمية وخمسة وخمسمية للوحيات اذا الضريمة ضريب تبقينا المضافة سيساوي اللي هو تلتمية وخمسة الف وخمسمية في اربعتاشر في المئة تلبسها تلاتة وربعين الف سوبر من جديد. في شاشر اخر اخر كنت تفصيل المعادلة تקر اهم المعادلة بالنسبة للتسقرات مالخالي قيمة المتخزة لبعاء ضريبة جمبركية زائد لبعاء ضريبة جمبركية زائد لبعاء ضمامة. عندما قلنا في التمريض قيمة الخضع عن ضريبة جمبركية الجنيه وخمسة الف جنيه شامل كل حاجة تقطع لضريبة جمهوركية 30% يتحسن من 250 ألف ورأس موارد 2% يتحسن موارده من 250 ألف لما انطبق المعادلة على هذا التمرين هي بقيمة المتخذة الأساسية للحساب لضريبة جمهوركية 250 ألف في جنيه الذي هو هذا تضغير لضريبة جمهوركية لضريبة جمهوركية 250 ألف في كام 30% تضغير لضريبة جمهوركية 200 ألف في جنيه ورأس موارد الضوائب أخرى 2% زائد 250 ألف في كام 2% كل دولة دلوعة الضريبة عادة لفراج لجنيه موارده في 14% سعر الضريبة تبقى ملوفة سيجدك الضريبة المستحقة على القيمة الملوفة هذا يختصان شديد يبقى نحن المهاردة خذنا مثال تطويقية سلع محلية أحد المزكالين في ضريبة القيمة المضافة باع سلع لأحد التجار المزكالين باع سلع مع وجود خصم التجاجي وقلنا أن الوعاء بالحاسب بعد خصم التجاجي من قيمة البيع وخذنا تمرين ذلك بالنسبة للسلع المستواردة من الخارج قلنا أن الوعاء الضريبة على قيمة المضافة للسلع المستواردة من الخارج هذا هو عبارة عن ثلاث أخسام الأولاني هو وعاء الضريبة المتخزة أساسا لحساب الضريبة المتخزة يعني الوعاء التي يحسن فيها الضريبة المتخزة هذا هو المرحل زائد الضريبة المتخزة نفسها يتخش فيه مكونات وعاء ضريبة القيمة المضافة زائد غيرهم الضريبة المساوعة هذا هو معدلة ثبتة تبقى للقانون الضريبة المتخزة خلال 67 إلى 206 عندما أقضى هذا الكلام في التمرين نعمل قلنا مثلا قيمة سلعة مستواردة من الخارج قيمتها تخضع للضريبة المتخزة هذا يعطيه لعاء الضريبة 250 ألف المتخزة شامل من المصارف الشاحن هذا لعاء الضريبة تخضع للضريبة المتخزة 30% إذن أحسن 250 ألف الأولاني يضع 250 ألف في 30% حتى أحسن الضريبة الجمهورية مثلا الضريبة 2% راس المنق يضع 250 ألف في 2% كل ذلك يشكل دولة وعاء ضريبة القيمة المضافة أحسن الضريبة القيمة المضافة أضرم اللعاء في ساحل الضريب سيتجدك الضريبة المستحقة عند استراض استلعب الخارج ثالثنا عملنا لدينا الوعاء على الإحسان كل مشتقات الوعاء، دربناها في سعر الضريبة، سيديك الضريبة المستحق إلى 300m اصغابين، وفي皆 تفيد حتى القطر بالنسبة للتمرين، التمرين على السلع الذي إخدناها، وتمرين على السلع الذي ليه مستوضة، من الواضح اللقاء الآن يهتم التمرين على الخدمات، سنغطينا موضوعات كاملون الضغط، وهنا الخصائص والمميزات، وهنا سعب الضريبة، وهنا الأفعاد وبعد ذلك أخذنا على مثال تطبيق للبائعين الذين يبيعون في السوق المحلي بعد منح خصم التجالي وخذنا التمرين أخرى على السلع المصاردة وهنا المعادلة على السلع المصاردة إن شاء الله المحاضرة الجاية سنأخذ التمرين على الخدمات وكذلك يعتبر أننا نشاطا بالمنحج إن شاء الله ولكن على الله أنكم تفهمون الموضعات التي نحن نشوح بسيطة وثالثة وفي أي حالة لدينا أي صفصات، أنا سأتحدث لكم بوجودين إن شاء الله أي تباصل عن طريق المعهد فإن شاء الله سنرد على كل الأسئلة المطروحة منكم أشتركوا على حسن السماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشتركوا في القناة أشتركوا في القناة